أولاً اليوم عقدت لجنة إدارة الأزمات والكوارث اجتماع اتفقنا عليه مبارح بعد جلسة مجلس الوزراء بتوجيهات من دولة الرئيس مئاتي وتم أكيد تخدير للموقف بعد الجريمة الكبيرة التي حصلت مبارح والاعتداء الإسرائيلي الكبير التي حصل على اللبنانيين وتقدمنا بالتعازي لأهالي الشهداء وشهداء الأطفال اللي سقطوا أيضاً مبارح من هذه الجريمة النكراء وتمنى الشفاء للجرحة واستمعنا خلال الاجتماع لعرض وزارة الصحة ومثلة وزارة الصحة عن الواقع الحالي عداد الجرحة المصابين كيفية قام الجهاز الطبي والإسعافة والصحة بتأمين العلاج وتأمين دائم كان للجرحة خلال هذه الحادثة أو هذه الجريمة التي حصلت والإشارة هنا إلى التقدير وتنويه بما قام به جهاز الطبي والجهاز الصحي وغرفة الطوارئ الصحية اللي نسق الوزير أبيض إشارة إلى العمل الجبار اللي قاموا فيه بمعالجة الجرحة بالمئات ولكن عرضنا أيضاً ضمن تقدير الموقف للسيناريوات المحتملة إذا توسعت الاعتداءات وهذا العمل نقوم به منذ أشهر ونحدثه ونجدده بشكل دائم وتم عرض لنقطتين أساسيتين الأول فيما يتعلق بموضوع الإيواء هناك لائحة بالمدارس لائحة أولية بمئة مدرسة قدمتها وزارة التربية وهذه المدارس يتم العمل مع وزارة الشؤون مع وزارة الداخلية مع لجان إدارة الأزمات وغرف الطوارئ في المناطق تحت إشراف المحافظين لتجهيزها عرض رئيس هيئة العليا الإغاسي أيضاً عمل الهيئة من ناحية تجهيز هذه المدارس بناء على قرار مجلس وزارة بالأمور الأساسية من فرش وأمور أساسية لإيواء ألاف من النازحين إذا حصل هذا السيناريو كل هذا احتمالات وسيناريوات نضعها لتعزيز جهوزيتنا والنقطة الثانية أيضاً مهمة جداً نقشتها وموضوع الغذاء ممثل وزارة الاقتصاد عرض المخزون الغذائي مأمن لأشهر عم نحكي أكثر من ثلاثة شهر هناك باخرة بأربعين ألف طن من الحبوب والطحين قادمة فهذا الأمور ماشي بشكل طبيعي ولكن أيضاً مع المؤسسات الإغاثية وخاصة برنامج الغذاء العالمي هناك مخزون خمسين ألف حصة غذائية عم نحكي هذه لأهلنا النازحين والمهاجدرين إذا حصل هذا النزوع وعرضنا الأمور اللوجسية لتأمين عمل لجند إدارة الأزمات والكوارث فيما يتعلق بالاتصالات فيما يتعلق بالمواصلات والطرقات فيما يتعلق بغرف الطوارئ والأزمات الموجودة على مستوى المحافظين والمناطق اجتماعاتنا مفتوحة سنبقى بمناقشة دائمة فيما يتعلق بموضوع الصحي والطبي فيما يتعلق بموضوع الإيواء وإغاثة النازحين إذا حصل أعداد كبير من النازحين فيما يتعلق بموضوع الغذائي وأيضا موضوع الاتصالات والمواصلات شكرا دائماً في تحديات موجودة مبارح فرج القطاع الصحي وقطاع الطبي وفرق الإسعاف والدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئات الإسعافية شغل جبار فرجوا أهمية أنه يكون عندنا في جهوزية وخطط طوارئ مسبقة استباقية واللي صار مبارح جريمة كبيرة عم نحكي بحدود 3000 مصاب بدقائق يكونوا مأمنين عبر المستشفيات والأجهزة الإسعاف والجهاز الطبي شغل كانت جبارة وقاموا فيها بشكل رائع وشكل كتير مهم في تحديات أكيد فيما يتعلق بتوصيل المصابين نقلهم من مستشفى إلى آخر عمل الترياج وفرز المصابين بين أنواع الإصابات في بعض المصابين انتقلوا إلى مناطق أخرى حسب نوع إصاباتهم كان في نقص في موضوع أطباء وجرحي العيون فكان عم يتأمن المصابين إلى مستشفى أخرى في مناطق أخرى كان في جبل لبنان والشمال مش بس المناطق التي تعرضت لهذه الاعتداد نعم نعم وتم مناقشته مع دفاع المدني والسليب الأحمر ورزارة الصحة لكيفية تأمين نقل أيضا المصابين اللي حدث مبارح هو حرب حقيقية أنت عندك 3000 مصاب بدقائق شفناها كمان بجريمة المرفأ بأربع عقاب وعم نشوفها مبارح بالاعتداء الإسرائيلي اللي صار علينا